اهلا بكم عزائي الطلبة والطالبات في درس جديد من دروس ميستر مايك ماس في درس النهاردة هبسط المعلومة بالقدر الممكن ان الدرس ده مهم جدا جدا لجميع الطلبة من الصف الخامس الابتدائي حتى مرحلة الجامعة اي وفعل حتى مرحلة الجامعة ان في ناس كتير بتغلط في عمل سيمبلفاينج للنوميريكال اكسبريشن يعني ايه المقصود بالسيمبلفاينج يعني نختصر ونبسط المسألة بتاعتنا على قد ما نقدر بدون اي اخطاء اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه اوبريشنز يعني ايه عملية بنعملها في المسألة بتاعتنا هي دي المقصود بالاوبريشنز بس لما نيجي نشوف اكزامبل او اكسبريشنز زي كده 25 5 minus 1 times 2 to the power 2 plus 3 times 4 minus 2 بتسأل نفسك سؤالين مهمين جدا اول سؤال what part should i calculate first تاني سؤال and what after ابدأ بايه وبعد كده اعمل ايه ايه الاوبريشن الاولى وايه الاوبريشن الثانية اللي هتطلع لي الانصر مزبوط ومن خلال كده نقدر نعرف يعني ايه order ايه 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 يعني الخطوات اللي اعملها في اي اكسبريشن بحيس يطلع لي الانصر مزبوط خد بالك الترتيب مهم جدا ولو عملت حاجة قبل التانية هيطلع معاك ايجامة مختلفة يعني خطأ ايه اول اوبريشن ابتدي فيها في السيمبلفاين وفرق الطير بينجم بتحديد حاجة ترتيب انا سوف أبدا هي البرانتسيز او البراكتس يعني ايه؟ يعني لما شوف اي ارقام نمبرز جوه براكتس زي كده 3-1 or 4x2 على طول اشيل وحط الانصر بتاعهم يعني 3-1 هي 2 4x2 هي الانت مع الاحتفاظ بنفس الابريشنز الباقية زي ما هي يعني ايه الكلام ده؟ دعال نطبقوا على الاكزامبل اللي قلناه في الاول 25 وقلنا الاحتفاظ بنفس الابريشن الباقية زي ما هي ايه هي نفس الابريشنز الباقية؟ 25 25 5 minus 1 2 2 3 times 4 minus 2 ربارة عن 2 2 اوكي كده اول ثاني بنعملها وهي عملية الاكسبونيند نفس الفكرة نفس الفكرة اول ما نلاقي اكسبونيند في الاكسبونيند بتاعنا بنختصره طيب في الاكزامبل اللي فات ده فين الاكسبونيند رابع عليك هو 2 2 مع الاحتفاظ بنفس باقي الابريشنز زي ما هي سوء الاكسبرشن بتاعنا هي بحبار عن 25 over 5 minus 1 times 2 2 2 4 باقي الابريشن plus 3 times 2 وعكذا طيب ايه هي next operation هي multiply or divide ايه ده هي مش المفروض تكون operation واحدة مش طوب هنا بنقول both operation rank equally يعني ايه يعني multiply او divide تبتدي في اي واحدة فيهم بس بشورت يكون الاول عملنا practice بعد كده explain وبعد كده multiply or divide بس نمشي from left to right طيب طيب في الاسبريشن بتاعنا هيبقى عندنا 25 over 5 5 bravo minus 1 times 4 4 bravo plus ننزل بقى operation 3 times 2 تبار to multiply or 6 طيب ايه هي next operation next operation next operation add or subtract برضو الـ two operations دول rank equally يعني اتدي بأي واحدة فيهم طيب لو انت فاكر اخر حاجة كنا وصلنا لها من الاكزامبل اللي فات 5 minus 4 plus 6 يبقى عندنا 5 minus 4 1 plus 6 equal 7 يبقى هنا right answer بتاعتي هي 7 طيب خد بالك كده فيه hint هعمل هنا على جانب بسرعة لو ممشناش بالorder مضبوط هيديني answer ا نشوف اخر حاجة وصلنا لها كان 25 over 5 minus 1 times 4 plus 3 times 2 نفترض ان حد عمل 3 25 times 2 times 2 يعني 7 times 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 2 25 over 4 times 7 28 times 2 56 6 عملنا divide نركم اندوها بعض هيدو fraction طبعا to answer not equal خد بالك الترتيب مهم كده another example قبل بالحل الاكزامبل الثاني فيه حد ممكن يفتكر ان الموضوع صعب عشان فيه خطوات كتير بالعكس الموضوع سهل جدا جدا بس اهم حاجة الترتيب تمشي ب sequence مضبوط تمشي ب order of operations مضبوط طيب لو بتنسى الترتيب بتاع ال operation مش كل شوية باعة افكر ايه الاول طب بعد كده طب ال add before after multiplying هنفتكروا بكلمة اسمها بيم داس ايه بيم داس طب ايه كلمة بيم داس دي طب ايه طب ايه الطب 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 ايه ممكن ابتدي بأي وحدة فيهم خد بارك من حاجة مهمة جدا مش لازم يكون كل الابرشن في الاكسبريشن اللي انت بتحلو او اللي بتعمله سيمبلفاينج ممكن يكون في حاجتين ثلاثة وحتى ان كان في كل الابرشن فانفيش اي مشكلة انت عارف ترتيب بتاعك ايه هتمشي عليه واحدة واحدة وفي الاخر هتطلع الانصر مضبوط ناخد اجزامبل تاني 2 times 4 plus 6 قبل ما نعرف الوردر of operations كان ممكن يجي حد ويحل الاكزامبل ده كده يقول 4 plus 6 10 ننزل الابرشن البقى ازا ما هي 2 times 10 20 طب يطلع الانصر 20 صح والله غلط نشوف الحل باستخدام 5 1 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 يبقى زي ما شوفنا الترتيب يفرق الانصر ادينا مرة 20 ومرة 14 طبعا الانصر ومظبوط 14 ناخد اكزامبل تاني وده بسميه الفيسبوك اكزامبل ليه؟ لاني منلاقي بوستس كتير على الفيسبوك فيها الانصر ادينا مرة تانيه 1x1 1x1 1x0 plus 1 ويتعب منك الانصر دوري بم تث بم تث يبقى الحاجة ملتبلاي يبقى الحاجة ملتبلاي يعاني 1x1 1 plus 1 plus 1x0 0 plus 1 1 plus 1 plus 0 plus 1 is 3 في ناس بتغلط ويقوموا عاملين الزيلو ده plus 1 والون ده plus 1 جرنا بتعملها هيديك انصر مختلف بس غلط ناخد another example 2 plus 8 8 minus 6 وال to the power 2 equals 2 بمداث في parenthesis اوكي يبقى نزل 2 والبلاس زي ما هي 8 minus 6 8 minus 6 is 2 والسكورين ينزل زي ما هو طيب ايه الوبرشنة لبعدها هل يوجد exponent يس بقى 2 plus 2 تزاورتو 4 هل في ملتبلاين لا 2 2 plus 4 is 6 طبعا مع الحل الكتير هتلاقي نفسك بتحل المسألة بسرعة وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة نتمنى ان الدرس يكون عاجبكو وتكونوا فهمتو كويس ايه هو الوردر اف او بريشن بس فيه هومورك كده صغير مطلوب منك بس فيه هومورك كده صغير حضرتك هتحله بالستيبس وتبعته على صفحتي على الفيسبوك مستر مايك ماس او الاكاونت بنفس الاسم ومعبارة عن فور بروبلمس هتحلهم وتبعت لنا الحل بالستيبس منتظر منكم اي سؤال او اكتراح او استفسار او مشاركة لو في درس معين في المسل عايز لي شرح مبسط وبافكار جديدة يبعته لنا وما تترددش وكمان اسكل لنا السنة الدراسية اللي انت فيها عشان يكون الدرس مناسب لسنة دراسية بتاعتك شكرا لكم اشتركوا في القناة